أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم جمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات ويرحمنا ويغفر لنا ويغفر لكم ويرحمكم ويكون معكم ويرحم موتانا وموتاكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويرزقنا ويرزقكم الخير والسعادة والبركة والعلم يا رب العالمين طبعا اليوم القمر موجود في برج الجوزاء ما زال لحد الآن موعد بث الحلقة اللي هو يوم الخميس وفي ساعات صباح يوم الجمعة رح ينتقل القمر ويصير في برج السرطان الآن هو موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء رح يمكث القمر فيها حتى تمام الساعة سبعة وأربع وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة لينتقل بعدها القمر لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج بما أن القمر الآن موجود في برج الجوزاء لغاية ساعة الصباح اللي هو صباح يوم الجمعة فمنظل أنه مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها برضو بوسعنا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة طبعا في عنا زاويتين هم اللي بأوج تأثيراتهم الزاوية الأولى اللي هي الاقتران السلبية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 17-3 بتجعل البعض يعيش في عالم وهمي من نسج خياله بعيد عن الواقع وبتدل على عدم الاستقرار على المستوى السياسي والحكومة ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو بيزيد نفوذ بعض الجماعات المتطرفة أو المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفان وربما يكون هناك نوع من أنواع التسريب أو التسرب للغاز أو مشاكل لها علاقة بالغاز أو تحدث حوادث لها علاقة بالتصمم الجماعي تصمم غذائي تصمم ماء أو أشياء من هذا القبيل وكذلك ارتفاع في أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران الممتزجة اللي هي خليط ما بين السعادة والنحوس في نفس الوقت هي زاوية الاقتران ما بين الزهراء وما بين المريخ وهي مستمرة لغاية يوم 17-3 هي بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن سلبيتها أن أكثر المتضررين هم المتزوجون أو اللي عندهم علاقات عاطفية ضعيفة أو في بدايتها لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية أما بالنسبة للزوايا اللي من موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس لغاية مساء يوم الجمعة الزوايا اللي رح تتشكل مع القمر أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون الساعة 4.42 دقيقة مساء من مساء ليلة الخميس على الجمعة بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا هاي الزاوية مع الزاوية اللي ذكرناها البطيئة يعني بالفترة هاي بتزيد الخيال والأحلام والكوابيس والشك والغيرة والأمور زي هيك بتكن تنتبهوا منها طبعا هاي الزاوية مستمرة لغاية ظهر يوم الجمعة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ مساء يوم لهلالة الخميس على الجمعة ساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش رح يستمر خلو المسار حتى صباح يوم الجمعة حتى ساعة سبعة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الجمعة القمر بصير انتقل واستقر في برج السرطان عشان هيك بصير يأثر علينا أو تأثيرات برج السرطان بتأثر على جميع الأبراج بنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بهاي الفترة بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام شهيتنا بتكون مفتوحة وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حسسيتهم بتكون في أوجهة في هاي الفترة يمكننا الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات مثل استجار عقار شراع عقار تغيير عقار أو ديكور معين أو أثاث أو أمور إلها علاقة بالعقارات طبعا برضو الاهتمام بزراعة نبتة ماء أو شجيرة الانتباه أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع في البيت طبعا هذا اليوم تحديدا اللي عندهم أشجار في بيتهم مثمرة وهي فترة ممتازة للتقنيب اللي هو تقنيب الزرع لا استقبال فترة الربيع فهاي فترة ممتازة جدا وهذه أيام اللي هو الجمعة والسبت هي من أفضل الأيام لهذا الأمر بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل ما بعد اللي هو بعد انتهاء خلو المسار واستقرار القمر في السرطان هي زاوية وحيدة الزاوية هاي تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء وهي زاوية تثليث إيجابية ما بين القمر وما بين عطارد وهاي راح تكون ساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينيتش ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي إنه الراجع الطبيب فيها من الآن موعد بث الحلقة له مساء يوم الخميس لغاية صباح يوم الجمعة الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية الرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والجهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل من ساعات الصباح طبعا بتتغير الأمور لأن القمر بصير امتقل لبرج السرطان وهو بأثر على المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجند اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة السفاق وهو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن من الداخل وبيغط العضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم طبعا بعد انتهاء كله المسار بما أنه في ساعات الصباح يوصى بجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل هو الآن أصبح يعني غير مناسب لأنه نسبة انتحاس الزهرة وصلت لخمسين في المية فما مننصح في خلال هذا اليوم عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل بالعكس اليوم مناسب جدا لهذا الموضوع وإحتماله حتى أنه ما يكون في أعراض عند أغلب اللي بغتوه أما القل اللي ممكن يشعر بالأعراض بنا دول أعتقد يفي بالخرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد يوم 13-3 رح يكون فيه تمام ساعة 43 دقيقة عصرا ورح يستمر حتى تمام ساعة 37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر بعدها القمر في برج الأسد يعني القمر موجود في السرطان لغاية يعني مساء يوم الأحد يعني يوم الأثنين يوم الأحد مساء ويوم الأثنين وهذا بكون في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر إن حسار المحدب عمره 9 أيام في تمام الساعة 38.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 10 أيام نسبة الإضاءة بتصير 60% أما بالنسبة لعمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20-3 الآن هو سعيد بنسبة 15% لغاية المساء أما بالنسبة للقمر في الجوزاء حتى يوم 13-3 الآن هو سعيد بنسبة 15% ولكن مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الحوت حتى يوم 27-3 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو نبدون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بظل في عندكم نشاط الحركة والاتصالات والتنقلات والسفر والأمور الليلة علاقة بالمناقشات والحوارات اللي عنده امتحانة ومقابلة طبعا ما بده يعتمد على الحدود خلال هذا اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد وبرضو بدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وحركتكم من الإصابات أو الحوادث أو المخالفات اللي لها علاقة بالسير طبعا هذا الأمر لغاية ساعة الصباح من ساعات الصباح صباح يوم الجمعة بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنه ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت وحضروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة لأنها ممكن شوي تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك فعشان هيك بدك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك وتضبط أعصابك اللعباء في هاي الفترة شوي بتكون كثيرة فهو ممكن إنك ما تجد وقت للراحة برج الثور من الآن لغاية صباح يوم الجمعة بدكوا يعني تركزوا رح يكون التركيز كله على الأمور المالية وضبط نيزانيتكم ولكن أهم شيء أنكم تتجنبوا النفقات الماء الهداعي ما تتهوروا بمصاريفكم ما تتحمسوا لفكرة معينة لصرف الفلوس وبرضو ابعدوا عن أي مغامرات مالية وفي نفس اللحظة لا تدينوا حد ولا تهملوا بأموالكم يعني بدكوا تنتبهوا على أموالكم من الصرقة أو الضياع أو فقدانها أو فقدان حاجياتكم بهذا اليوم طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ مالي طار ولكن بدك تحاذر إهمال الوضع الصحي وتتجنب الإرهاق الفترة هاي مناسبة جدا أنت مقبل على فترة ممتازة جدا بالنسبة لإلك برج الجوزة بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا أنتو عندكو قدرة عالية جدا لأن القمر ما زال موجود عندكم على مواجهة مشاغلكم ونجاز الكثير منها وبتقدروا تتواصلوا أو مع الجميع والإقناع والأمور العاطفية والاهتمام بالذات وبمصالحكم كلها هاي أمور ممتازة جدا ولكن في فترة خلو المسار لا ينصح باتخاذ قرارات حاسمة أو البدء بشيء جديد طبعا هذا الوضع رح يظل لغاية ساعات الصباح له صباح يوم الجمعة بعدين بصير الاهتمام بالوضع المالي فبتعيدوا تنظيم أم أموركم المالية ومزانيتكم أهم إشي تتجنبوا النفقات نظموا الأقصاد ما تسمحوا لها بالتراكم فكروا بمنطق علجوا الأمور الطارئة فورا ما تخلوها تتراكم يعني ممكن تحدد اليوم توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ورح يكون في بعض اللقاءات لا إلك داعمة لا إلك وفيها خير كثير بالأيام القادمة برج السرطان طبعا كل التعب اللي بتشعروا فيه وما زال موجود لغاية ساعات الصباح رح يظل مؤثر عليكم ولكن بقف تدريجيا فعشان هيكي بتضل الأوضاع هاي والأعطال والتعب والإرهاق ضغط عليكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتغير تماما بتمثل نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطتك بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها لأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة وأنت الآن بدأت مرحلة جديدة اللي هي لصالحك كثير من الأمور خلال فترة الأيام أو الأسباحة القادمة برج الأسد طبعا بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن لغاية ساعات الصباح يوم الجمعة بظل في عندكم أمور النشاط الاجتماعي لقاء الأصدقاء أو تواصل معهم الانتصالات الحوارات الاستعانة ببعض المعارف في إنجاز بعض الأمور أو بعض الهموم إنك بتفرغ همومك أو بتشكي أو أشياء لها علاقة بهذا القبيل اجتماعية ولكن في ساعات الصباح صباح يوم الجمعة بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم من عصابكم بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ الأشياء المهمة تخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير لأن القمر راح يكون موجود في بيت المتاعب فبدك تكون حذر كثير في هاي الأيام برج العذرة من الآن ولغاية ساعات الصباح بتكوا تحافظوا على سمعتكم على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل برضو ما في داعي للمغامرات والمجازفات أو مخالفة القوانين حاول إنك تضبط أعصابك قدر الإمكان حاول إنك تكون مرن في معاملاتك بدون أي مشاكل طبعا هذا الوضوع راح يظل مستمر لغاية ساعة الصباح اللي هو صباح يوم الجمعة بعدها الأجواء بتتغير لصالحك بتنشطوا بين الأصدقاء والمعارف بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر نظرتك بتصير متفائلة أكثر بيطمئن بالك لحصد الدعم والتأييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات حاول إنك تلطف الأجواء واتعد العلاقات لطبيعتها بدون أي حساسية وبدون أي زعل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد برضو ما تغامروا أثناء تنقلاتكم أو قيادتكم للسيارة أو حركتكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأن الأجواء ما بتساعد ولكن أهم إشي اللي عنده امتحانة ومقابلة زي ما حكينا بدي يستعد بشكل جيد في ساعات صباح يوم الجمعة وطيلة النهار الأجواء بتصير شوي ضاغطة بتحافظوا على سمعتكم فيها إنجازاتكم القائمة في مجال العمل بتقدروا تنظموا وقتكم بشكل جيد ولكن حاول أنك توضح في أو تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يعني يثيرك أو يثير إنفعالك أو أضبك ما استطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت ما زلت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد في هاي الفترة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا لغاية ساعة الصباح من الآن للصباح بتهتموا بأمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن اليوم تدخل وتعديل على هاي الأمور المالية ولكن ما في داعي لأي مغامرة مالية من الآن لغاية ساعات الصباح صباح يوم الجمعة ممكن تهتموا بأمور إلها علاقة بفوتير أو ترتيبات أو أشياء من هذا النوع ولكن ما تتخذوا قرارات حاسمة وفيصلية في هاي الفترة ما تكفلوا حد ما تغامروا بالأمور المالية وانتبهوا على أموالكم من ساعات صباح يوم الجمعة الأجواء بتتغير تماما بتصير حليفة لكم بشكل كبير ممكن يصلكم خبر صار من بعيد أو أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو أجانب أو أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أوراق إلها علاقة بهجرة بسفر كلها هاي أجواء راح تكون طاغية وفيها مصلحتك يعني داعي ملائلك هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع فيها معنوياتك وبتقوى الحضوظ في بعض موليد برج العقرب ممكن يسافر في هاي الفترة أو يشترك بمؤتمر أو في مناقشة معينة وممكن يكون عندكم بعض الاتصالات البعيدة وممكن تتلقوا تلتقوا بعض الأشخاص حول طاولة حوار أو تفاوض أو حل مسائل معينة يعني مسائل متنوعة برج القوس من الآن لغاية ساعات الصباح بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة صحيح أن القمر ما زال موجود مقابلكم وهذا بيسحب من طاقتكم فلازم تهتموا بالوضع الصحي والنفسي ما تبذلوا أي طاقة ما تتخذوا قرارات في هاي الفترة اضبطوا عصابكم حتى لو في حد استفزكم ما تجاروا ما تمشوا معها حاولوا أنكم تهمشوا الأمور أو أن ضبط العصاب هو المهم في ساعات صباح يوم الجمعة بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أو الأمور المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل المتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبينتظرك طبعا في خلال الفترة هاي أو خلال هذا النهار حل منصف لبعض الأمور شرط التفاوض بموضوعية حاول أنك تعدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل عساس أنه تمشي الفترة هاي على خير برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد من الآن لغاية ساعات الصباح الوضع بظل مركز على أمور إلها علاقة بالعمل وبالصحة فعشان هيك بتكون تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم انتبهوا لبعض المشاحنات أو الزعل أو هيك سوء التفاهم ما بينك وبين أحد زملائك في العمل أو صعوبة في إنجاز بعض الأمور إلها علاقة بالعمل أو مشاكل بالعمل نفسها طبعا هذا الوضع رح يظل لغاية ساعات الصباح صباح يوم الجمعة من صباح يوم الجمعة بتتغير الأجواء لأن القمر رح يصير مقابلكم تماما فهنا طاقتكم بتصير ضعيفة ولكن إلها إيجابيات إيجابيات أنكم بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم وهاي فترة جيدة للتفاوض أو التحاور ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفة ولكن هاي الفترة إجمالة لأن الطاقة بتكون فيها ضعيفة فهي فترة صعبة تثقل خلال هالهموم والمسؤوليات أهمة شينكو تتجنبوا ردات الفعل العنيفة فالفترة هاي سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث وهذا شيء يعني بيخليك مضطرب شوي ومرهف الحس وبتجعلك هيك بتشعر ببعض الارتباك والغضب فعشان هيك حاول أنك ما تبذل طاقة كثيرة يعني يخلي أمورك روتينية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ولكن ما تعتمدوا كثير على الحظ بنصيحتي لأنه فترة تخلوا مسار وفي نفس اللحظة ممكن يصير سوء تفاهم بينك وبين أحد الأحبة أو تقلق على أحد الأحبة فعشان هيك يحاول أنك تضبط أعصابك برضو وما تتحكم فيهم وتفرض سيطرتك على الأحبة طبعا هذا الموضوع رح يظل إيجابي ده صالحك لغاية ساعات الصباح لو صباح يوم الجمعة بعدين القمر رح ينتقل للبيت السادس فبدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم ده أعمالكم بدكوا تكونوا عنصر عبارة عن عنصر إيجابي وما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم في الفترة هاي تستعيد كامل حيويتك بتدور الأحداث بسرعة في نوع من أنواع النشاط ممكن تمارس اليوم عملك بحماسة ولكن بدك تحاذر من الأخطاء في مضمار العمل أو نوع من أنواع الإضطراب الصحي برج الحوت الأجواء لها علاقة بالبيت من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك ممكن تنهمكوا بهمور إلها صلة بالبيت إلها صلة بالعائلة أو بعض الأعطال أو المشتريات أو الأحداث العائلية اللي بتهمك كثير في الفترة هاي وممكن شوي تخليك حساس ومرهف وإلك ردات فعل فأهم شيء إنك ما تكون عصبي تضبط عصابك وما تنفعل ما في داعي لمشتريات غير ضرورية لغاية ساعات الصباح لأنها فترة خلوم مسار أما من ساعات صباح يوم الجمعة الأجواء بتتغير تماما لصالحكم وهي فترة داعمة بشكل كبير فخلالها بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وتواصل معهم وبتزداد عندك وطيرة العمل بشكل واضح والتقرب من الأحبة حاولوا برضو معالجة الأمور بروية مبتعدين عن كل التعقيدات خليك مرن شوي إلى أجواء داعمة ولحالها بتنحل الأمور ما بدها إلا بس حركة بسيطة منك وكل الأمور بتصير بخير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة